انا بس عايز اقول لكم انه لازم كنت تسمعوا كلمة السيسي مبارح المزارات شغالة في البلد والسيسي الام من بكرة اولا كان بين عليه جدا انه وش وصفر جدا جدا ممكن بس تعرض لصورة السيسي بس مبارح كده في المؤتمر بتاع اولا محدش حضر من زعماء العالم لانه كورونا وقصة كورونا ولانه اه افنا ولانه عشر تلاف مدعو بمعابوجين في الليلة دي وخلص خدوا جاء فكل زعماء العالم بعتوا كلمات متلفزة مسجلة ترامب عمل كده الرئيس الروحاني عمل كده الرئيس اردوغان عمل كده الامير تاميم عمل كده السيسي عمل كده كل ناس كل الرئيس الروسي عمل كل زعماء العالم بعته كلمات متلفزة وفي حضور بقى السفراء العاديين والحاجات دي فالسيسي سجل كلمة فشكله كده يعني ايه لعم نغرصه كده شكله عرة كده بص شكله اصفر ازاي شوف شكله عم ازاي خاسس ومصفوت وحالته بالبلغ خلاص لكن انا توقفت عند اربع رسائل من السيسي اول رسالة انا سمعت كلمة الرئيس ترامب كلها وسمعت كلمة الرئيس الروسي انا سمعتهم وسمعت كلمة اردوغان وسمعت جزء من كلمة الرئيس روحاني اللي هو رئيس ايراني او يعني حاكم ايران الحقيقة ان السيسي اول ما بدأ كلامه اول ما بدأ كلامه في الدقيقة 31 ثانية يعني تايم بتاعها 31 ثانية فجأتي بالسيسي بيعمل حاجة غريبة جدا بيشتكين احنا للامم المتحدة يا حضرات السيسي اول ما بدأ افتح كلمته في الدقيقة من الدقيقة يعني من الوقت 30 ثانية لحد دقيقة بيكلم على عن نحن ايوة بيقول بالزبط بس انا قلت لهم يتبعوني النص ما عرفش ليه ما تتبعاش بيقول بالنص كده ان الدول التي تقف خلف الجماعات الارهابية والتي تأويها وتوفر لها كذا وكذا وكذا وتوفر لها المنابر الاعلامية دي اول كلمة اسمع كده السيسي قال لي اسمع ومن المؤسف ان يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للارهابيين سواء بالمال والسلاح او بتوفير الملازل الامن والمنابر الاعلامية والسياسية تخيالوا يا حضرات واقف ترامب بيفخر قدام العالم باقتصاده بيفخر قدام العالم بخطته لمواجهة كورونا وكيف تم تصنيع عشرات الملايين من اجلس التنفس الصناعي بيفخر قدامه بان الاقتصاد الامريكي عايش فترة لم تسبخ مسير في تاريخ امريكا والبيه طالع يتكلم على ان الدول التي لا تحترم الشرعية الدولية وتأوي العناصر والجماعات الارهابية وتوفر لهم الملازل الامن وتوفر لهم المنابر الاعلامية العر يا ده رئيس يعني انت خرمينك الثلاث قنوات دول فشخين دماغك الثلاث قنوات دول يخرب بيت تفاهتك طالع قدام الامم المتحدة تشتكي من المنابر الاعلامية والنبي تسمعهم تاني عشان بس الناس اللي تقولك ايه اصي القنوات دي اصي القنوات دي والفلسكة الفلسكة اللي بيطلعوا على الفيسبوك الرجل مش بس اشتكينا في مؤتمرات داخلية لا ده طالع على الامم المتحدة الامم المتحدة المؤتمر العالمي للمية تمانية وتمانين دولة اسمع كده سمعني شكوة السيسي من القنوات الاعلامية اسمع ومن المؤسف ان يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للارهابيين سواء بالمال والسلاح او بتوفير الملازل الامن والمنابر الاعلامية والسياسية ده قدام الامم المتحدة ده قدام الامم المتحدة طيب واضح ان عبدالفتاح يعني نقل المراد بقى صراعه معنا من الشكوى الداخلية افتكر معايا عبدالفتاح وهو بيشتكينا او بيتوعدنا فاكر انت فاكر انت افتكر في يوم 16 سبتمبر بيتكلم على اللي فات ده هو بيقول الدول اللي ساعدناهم مئة سنة بيجاهزوا قنواتهم لمهاجمتنا هو ده رد جميل اسمع كده على مالك على مالك الناس كلها فاكر الفيديو ده والناس كلها فاكرة بس ما تعطلش كتير قوي لانه مش على مالك قوي والنابي الله يخليك او اسمع اسمع لكن انا عايز اقول لحاجة للمصريين يفتكروها كويس من مئة سنة واكتر كانت الدولة المصرية أبدا human او او هاجبت كبرEs الدولة المكتوبة بيدوروا وبيجهزوا قنواتهم وبيدفع فلوس لناس عشان يهدوا بلد فيها 100 مليون أنا بقول المصريين هو ده رد الجميل بقول المصريين مش بقول الحد تاني في يوم 29 أغسطس 2020 السيسي وصفنا بإن إحنا إعلام ما نعرفش ربنا أفتكر كده إلعب يون إلعب 100 مليون ويقولوا الأكاذيب والتشكيك ويدوروا في كل موضوع نعمله على الإساءة وتشكيك الناس البسطاء ويقولوا لهم هيتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون في يوم في مايو 2018 قالوا بالنسبة للإعلام اللي برة في 2018 هيتحزبوا هيتحزبوا حد تاني بقى يتكلم في القنوات التلفزيونية برة دول يقولوا علينا ولا بتاع لما أغزب والله كله حيتحزب كله حيتحزب والله كله حيتحزب اللي بيتحق على الناس واللي بيخدع الناس واللي بيحطم أمال الناس كله حيتحزب لا وفيه قبل كده قال برضو ما يعرفوش ربنا اعرض له ما يعرفوش ربنا اعرض له كده 100 مليون ويقولوا الأكذيب والتشكيك ويدوروا في كل موضوع نعمله على الإساءة وتشكيك الناس البسطاء ويقولولهم هيتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون طيب والمنابر الإعلامية كأنه يعني الحقيقة عبد الفتاح فشل في إسكتنا موسيقى